ترجمة نانسي قنقر الذي قدمه معهد الإدارة العامة لمنتسبي شركة خدمات مطار البحرين باس وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران وأضافت المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد حريص على مواصلات الاستثمار في الكوادر الوطنية عبر تزويدهم بالخبرات التي تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية من جانبه عبر سعادة السيد محمد خليل أحمد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين باس عن فخره بإنجازات الخريجين الذين أظهروا التزاما وجهودا متميزة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم بما يلبي التطلعات المؤسسية والطموحات الوطنية الجدير بالذكر أن البرنامج تم تصميمه خصيصا بما يتناسب مع احتياجات منتسبي شركة خدمات مطار البحرين حيث يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز الفكر القيادي وتنمية المهارات القيادية بما ينعكس على جودة الأداء والإنجاز في منظومة العمل المؤسسية ويسهم في تعزيز قيام العمل الجماعي بشكل متكامل ومتناسق بين مختلف إدارات وأقسام الشركة هذه عزز دور مأحد الإدارة العامة وتنفيذ الاستراتيجيته في أنه يغطي احتياجات التدريب لجميع القطاعات سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص برنامج جديد الذي اليوم خرجنا الدفعة الثاني منها وأننا نسعى أيضاً لفتتاح الدفعة الثالثة قريباً إن شاء الله وهو مصمم لغطي احتياجات التدريبية الخاصة للمدراء في أول لفل اللي هو الميد مانيجمنت في شركة باس البرنامج الحقيقة إن كان مثري وساعد في تطوير وبناء المهارات القيادية وكذلك توظيفها في مجال العمل طبعاً البرنامج تناول عديد من المهارات القيادية ومنها مثلاً تطوير السياسات والاستراتيجيات في الشركة وكذلك مؤشرات قياس الأداء أو الـ KPIs اللي بلا شك نستخدمها في العمل وساعد في الوصول إلى الأهداف في العمل هذا البرنامج انطلق من باس بالتعاون مع مهنة الليارة العامة لتخريج خرجين في برنامج القيادات الوطنية ونحن نلمس الاستفادة في موقع العمل الحمد لله الموجودين بحرينيين ابتدوا مسيراتهم داخل الشركة وهم حالياً تبوؤون مناصب عديدة في الشركة تاهلهم أنها يقيدون المؤسسة حق أهدافها المطلوبة